ترأس محافظ حضرموت غايد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرش سالمين البحسني اجتماعا لقيادة وضباط إدارة الأمن وشرطة بساحل المحافظة آياتي هذا الاجتماع بعد تعرض سيارة تابع لمكتب الجمارك بالمحافظة لعملية تقطع ونهب للمبلغ المراد تحويله إلى البنك المركزي التابع للجمارك يوم الاثنين بديس المكلة من قبل مجهولين على خلفية تعرض سيارة تابعة لمكتب الجمارك بحضرموت لعملية تقطع يوم الاثنين بديس المكلة من قبل مجهولين ونهب للمبلغ المراد توريده إلى البنك المركزي بالمكلة والمقدر بثمانية عشر مليون ريال يمني ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الدواء الركن فرج سالمين البحسن اليوم بالمكلة اجتماعا لقيادة وضباط إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت وخلال الاجتماع حي المحافظ البحسني الجهود التي بذلتها الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية من خلال التوصل إلى أطراف المتورطين في جريمة نهب وسرقة المال العام والبحث عن بقية أعضاء العصابة موضحا أن مثل هذه الأعمال كانت تحدث في وقت سابق وتسجل ضد مجهول ويلاذ أفراد العصابة بالفرار إلا أن هذه المرة نجحت الأجهزة المختصة في التوصل وضبط أحد المتورطين في الجريمة مؤكدا أن البحث جاري لضبط كافة المخالفين والمزعزعين لأمن واستقرار المحافظة وعلى ذات السياق أشر المحافظ البحسني إلى أن رئاسة اللجنة الأمنية بالمحافظة قامت بنشر قوة أمنية كبيرة في مدن ساحل حضر موت ضمن خطة محكمة تتمثل مهمتها الأساسية في ضبط أي حادث والإبلاغ عنه مشددا على أهمية تفعيل دور قوة مكافحة الشغب ومؤكدا أن قيادة السلطة بالمحافظة لن تتوانى في تقديم الدعم اللازم وستعمل على تذليل كافة الصعاب وتعهد المحافظ البحسني أن اللجنة الأمنية بالمحافظة خلال الثلاثة الأشهر القادمة ستقفف أعمالها لتعزيز الجوانب الأمنية للحفاظ على مكانة حضر موت التي مثلت أنموذجا في الاستقرار الأمني من بين محافظات الوطن ترجمة نانسي قنقر